موسكو تعلنها. ربا جربت كل شيء لدعم اوكرانيا وهي تتحضر لارسال نووي. هل جنة جنون الاوروبيين يا سادة? وكييف تحشد المواطنين للقتال دون تدريب قيلة سوف تعلمكم باخموت والنيتو يتخذ خطوة خطيرة بخصوص اوكرانيا فكيف سيرد بوتين? والصين تقدم مقترح سلام بشرط واحد فما هو هذا الشرط? وهولندا تعلن موعد دوزها على خط بوتين الاحمر بينما تعلن سربيا عن حالة التأهب القصوى والحرب تندلع مع كوسوبو. الصين تحث الدول اوروبا على شريك تجاري اقوى من الولايات المتحدة ذاتها. والبنك الدولي يقدم هدية للبنانيين والسودان يدعو كل من يقدر على حمل السلاح. النهاية لا تقترب. سيناريو الرصاصة الاخيرة غير وارد في حرب اوكرانيا وما من مؤشر لنهاية قريبة للقتال. ليعلنها نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي ديمتر مدفيدف انه يتوقع ان يستمر الصراع لعقود. بينما ترى واشنطن بدورها ان الطرفين الاوكراني والروسي لن يتمكن في المستقبل القريب من تحقيق اهدفهما. مدفيدف اضف انه طالما ظل النظام الاوكراني الحالي والمهرج الزلنزك في السلطة في كييف فان المحادثات ستكون مستحيلة وفق تعبيره بحسب وكالة تاس فهناتات هولندا من بعيد لتتجاوز اشارة بوتين الحمراء. حيث وفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادرها المطالعة انه من المرجح ان ترسل هولندا طائرات اف ستة عشر الى اوكرانيا بعد تدريب الطيارين وهو ما سيستغرق عدة اشهر. اي ان ارسال طائرات اف ستة عشر لاوكرانيا سيكون منتصف العام المقبل بحسب بلومبرغ ليشير وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن الى بدء تدريب الطيارين الاوكرانيين خلال الاسابع المقبلة تحت قيادة برنامج تدريب من الدنمارك وولندا. من جانبهم الاوكراني استبشروا خيرا بموعد وصول الطائرات لتكشف كييف انها بحاجة الى ثمان واربعين مقاتلة امريكية من طراز اف ستة عشر للعودة الى ما سمته بحدود عام واحد وتسعين. لكن مهلا مهلا مالذي باستطاعته ثمان واربعين طائرة ان تفعله امام اسطول الدب الروسي المخيف. فيديف عاد ليوجه بوصلة حديثه نحو اوروبا. بقوله ان القارة العجوز اصبحت مجنونة وتحاول تأجيج الوضع ولم يستبعد ان تقدم الدول الاوروبية والولايات المتحدة على تزويد كييف باسلحة نووية. ما الذي تقوله يا هذا? ومن ذا الذي يجرؤ على خطوة نووية كهذا? لكن دعوني اقول لكم عن خطوة واقعية اكثر. فتصاعد التوتر اكثر بين الغرب وموسكو وتسوق الاحداث نحو مواجهة مباشرة. حيث يعتزم حلف الناتو الاقتراح على اوكرانيا رفع وضعها الى مستوى شريك في الحلف. وذلك دون المساس بموضوع ضمها كعضو في الناتو. بينما لا تزال الخطط المحددة للعضوية في الناتو بعيدة المنال عن اوكرانيا وفق موقع يورو اكتب. ومن مسعرات الحرب الى مبادرات السلام. وبعد تصريحات المستشار الالماني اولف شولتس حول نيته الاتصال بالرئيس الروسي. من اجل التفاوض بشأن السلام في اوكرانيا رد متحدث الكريملين ديمتري بيسكو بقوله ان الرئيس بوتين منفتح لاي حوار يصب في حماية مصالح البلاد مشيرا الى ان شولتس لم يتصل بعد. ومن جهاته دعالي هوي المبعوث الصيني لتسوية الازمة الاوكرانية الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في اوكرانيا مع اقتراحه شرطا واحدا وهو احتفاظ روسيا بالاراضي الجديدة اي المقاطعة الاربع وهي خرسون وزبروتشا والدونيتسكوال لوغانسكا فهل تقبلوا كييف بذلك؟ لنعود الى الحرب في الاراضي الاوكرانية حيث تكشف الصحف الامريكية كل يوم عن قضية وازمة جديدة. واليوم كشفت صحيفة بورس للجورنال الامريكية ان كييف دفعت بقوات غير مدربة وتعاني من نقص واضح في المعدات الى مفرمة لحم بخموت خلال معارك المدينة. ووفقا للصحيفة حشد قادة كييف قوات من المواطنين دون تدريب. وقالوا لهم سوف تعلمكم بخموت. وهنا ننتقل الى ازمة عميقة ومعقدة بين واشنطن وموسكو. حيث كان مستشار الامري القومي الامريكي جيك سوليفان قد اظهر موافقته على الضربات التي شنتها تشكيلات المسلحة للنظام في كييف على اراضي روسيا. بما في ذلك جمهورية القرم ومنطقة بيلغورود الروسيتان. ليأتي الرد الروسي فورا. حيث استدعت وزارة الخارجية الروسية كبار دبلوماسي السفارة الامريكية لدى موسكو احتجاجا على التصريحات غير المقبولة من سوليفان. وحذرت موسكو واشنطن من ان اي شكل من اشكال العدوان ضد روسيا سيلقى حتما ردود فعل اكثر صرامة وفق الخارجية الروسية. لتتواصل هنا المعارك بين الروس والامريكان. حيث قال نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيدف ان نتائج الانتخابات الامريكية لسنة الفين واربعة وعشرين ستكون مقبولة بالنسبة لروسيا اذا لم تأتي بشخص مصاب بالخرف رئيسا للولايات المتحدة. مضيفا ان دونالد ترامب رجل طيب ولكنه جبان حسب تعبيره. ومن روسيا الى صربيا حيث تطبخ حرب جديدة على نار هادية. هناك امر الرئيس الصربي الاكساندر فوتشيتش بوضع الجيش في حالة تأهب قتالي قصوى والاقتراب من الحدود مع كوسوفو. ليوكد وزير الدفاع الصربي رفع جهزية الجيش الى اقصى درجة من الاستعداد القتالي وتقدمه نحو كوسوفو وفقا لما اوردته وكالة رويترز. ويأتي هذا الاجراء بسبب الوضع المتوتر في كوسوفو حيث تم انتخاب الباني عمدة لبلدية شمال متروفيتشا رغم مقاطعة الاغلبية الصربية للتصويت. لتندلع اشتباكات واعمال عنف في شمال كوسوفو بين افراد من القوات الخاصة في كوسوفو والصرب. فلتتريث قليلا يا هؤلاء. والتعيض مما يجري في اوكرانيا فالحرب لا تأتي الا بالاسواق. الاحداث والتطورات. ذكرت صحيفة بولستريت جورنال ان الممثل الخاص الصيني لشؤون اوراسيا ليهوي حتى الدول الاوروبية على النظر الى الصين باعتبارها بديلا تجاريا واقتصاديا عن الولايات المتحدة الامريكية. بينما قالت وزارة الخارجية الصينية ان هناك تقارير تفيد باطلاق الحكومة الامريكية هجمات الكترونية على البنية التحتية الحيوية للصين. واضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماونينج ان بكين ستتخذ التدابير اللازمة لمنع ووقف جميع انواع الهجمات الالكترونية التي تهدد امن بنيتي التحتية. وفق البنكو الدولي على تمويل اضافي بقيمة ثلاثمائة مليون دولار للمشروع الطارئي لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة للازمة وجائحة كوفيد ناينتين في لبنان. دعا وزر الدفاع السوداني المكلف الفريق روكن ياسين ابراهيم ياسين المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة السودانية وكل القادرين على حمل السلاح لتوجه الى القيادة العسكرية لتسليحهم. استخدما الاحتلال الاسرائيلي خمسين الية وجرفتين لمداهمة مخيم عقب في مدينة اريحة ما ادى الى اصابة ثلاثة عشر فلسطينيا بالرصاص الذي ينطلق من اسطح المنازل عبر قناصة يستهدفون المدنيين. كما منعت قوات الاحتلال الهلال الاحمر من عمله بزعم منها انها تنفذ عملية امنية لضبط مطلوبين. قال جيش الكيان انه اسقط مسيرة اجتازت الحدود الاسرائيلية من جهة لبنان. بينما تتجه اوكرانيا الى خسرة اراضيها تدريجيا امام القوات الروسية بكين تقدم اقتراحا يقلل الخسائر على اوكرانيا فهل يقبل به الاوكرانيون?